ده النقاش اللي أنا كنت عايزة تنقش مع حضراتكو فيه ما بين الكرة القدم الجماعية يعني إحنا في 18 في 2018 في كاس العالم أو دايما خلال كل كاس عالم كنا بنلاقي 2-3 بيأسعاده بتكون عليهم كرة القدم العالمية أو بتقام عليهم كرة القدم العالمية أو على كتافهم يعني قبل كده كان فيه رونالد وميسي وقبل كام بيكام وزيدان وكذا بعد كده كان فيه كذا وكذا وكذا لما وصلنا السنة دي هل حضراتكو شايفين أسماء من الممكن أبدأ بيك يا محمد من الممكن أن احنا نقول أنه هم كرة القدم العالمية خلال الفترة اللي جاية ستعتمد على هذه الأسماء ما فيش غير الأسماء التقليدية اللي هي معروفة من قبل كاس العالم يبطلوا طبعا رونالد وميسي خلاص بيبطلوا لكن الأسماء المفترضة أنه هم يعني اللي هيكونوا نجوم الكرة العالمية بعد هي الأسماء التقليدية اللي موجودة على الساحل على رأسها طبعا مبابي اللي هو هيلعب نهائي كاس العالم خلاص وهلاند اللي هو مش موجود في كاس العالم محمد صلاح من قدرش نستبعده من المجموعة دي أحد أهم من نجوم في الكرة العالمية في الفترة دي وفي نجوم صعيدة مثل بيلنجهام مثلا لعب وسط في انجلتورة دورتموند اسم مهم جدا هيبقى مطروح إنه هو بيلنجهام مغالبا هيروح نادي انجليزي قريب بيدري لعب وسط برشلونة منتخب أسبانيا جافي برضو منتخب أسبانيا في برشلونة دي أبرز الأسماء يعني ما لفتش نظرنا حد جريزمان مثلا ما قدرش أعتبره نا ما يعيد إحياء مسيره لكن هو من نجوم البطولة عربي مط آه عربي مط هو يتكلم محمد يتكلم عن بيلنجهام يتكلم عن جافي يتكلم عن بيدري هذا السلاسي تستطيع أن تقارنه برونالدو وميسي وأي اسم آخر لا لا طبعا ولا حتى 50% من هذه يعني ما يجوش مستحيل بيوصلوش لـ 20% ولا 30% من ميسي ورونالدو بالضبط هو العنصرين فعلا الفرديين الواحدين في العالم اللي يقدروا دلوقت أن هم تبني عليهم فعلا للمستقبل هم من بابي و هالندي يعني هم من بابي و هالندي اللي عندهم الجانب التفري يعني اللي هو طبعا في طفعا أو معنادي بتاعك يعني من بابي احنا دلوقتي بنتكلم على 11 جنف كاس العالم وعن 23 سنة عشرة تقوم في كاس العالم تسعة تجوين تسعة مع تقسم تسعة هو في كاس العالم وعن 23 سنة واخر كاس العالم في 2018 بيقوب بلاده لنهاية كاس العالم وفي 22 وعنده 23 سنة واحد من أهم جمل المنتخب فبابي من اللي عنده الجانب ده بل إنه تخفف من ضغط كاس العالم بدري دي برضو نقطة مهمة إن ميسيو خد كاس العالم وصغير زي ما رونالدينيو حصلت في مسيرته مثلا في 2002 إنه خد كاس العالم صغير فبقت كل حاجة تانية ينفع يجربها لحد ما ده أثر على مسيرته بالسلب في 2007-2008 وأنها مسيرة واحد من أهم المواهم في تاريخ اللعبة اللي هو رونالدينيو بالعودة لنقطة المواهم ما فيش حد أنا بطفل محاراتك ما فيش حد اللي هو يجي لدول بس ده من لهوش دعوة ممكن بشكل الكورة أو يقدم له دعوة مدى أسطوريت ميسيو رونالدو ميسيو رونالدو عمله شيء ما حصلش في تاريخ كورة القدم من سنة 1863 احنا بنتكلم على 15 سنة فعلا لأول مرة تنين يتشاركوا منصات التتويج في كل شيء بالحدة دي رقميا فرديا جماعيا ويبقى فعلا كله عارف إن أهم نجمين فردين للمدة دي أنا حتى أصرع بليه مرادونا ما واكبوش بعد بليه ما عادش المدة دي أول على مستوى العالم بدون منازع ظهر ألفريدو جستيفانو ظهر بوشكش ظهرت نجوم زي كده مرادونا البيك بتاعه كان 6 أو 7 سنين رونالدينو 3 أو 4 سنين رونالدو 3 أو 4 أو 5 سنين كاكا سنة 2 أو 3 لكن ميسي رونالدو الاستدامة دي هي اللي فعلا نبروز الموضوع فإحنا ممكن نقول إن في حقبة بتنتهي باعتزال الاتنين دول ولكن كورة القدم بتعود رياضة طبيعية بدون خوارق كتير بدون خوارق كتير لأن ميسي رونالدو فعلا كانوا فرقين يظل في الأسطوري بس طبيعي يعني عارف يعني هو أسطوري مش رجل من الفضاء مش شيء خارق للعادة لأن دول تحدوا أجسامهم تحدوا أعمارهم تحدوا كل شيء تحدوا في بعض الأحيان كل واحد منهم تحدى جمهوره ميسي تحدى جمهور برشونة في وقت من الأوقات صحيح كريستيار رونالدو تحدى جمهور ريال مدد في وقت من الأوقات كل نازل تحدى تحدى عوامل غير دلوقتي رونالدو وعنده 30 سنة بيتحدى جمهور البرتغال كاملا بالضبط ميسي يا كابتل في 2022 كان معاق يعني عايز أقولك واقف ضد مش ضد برضه يعني ضغوطات جماهير الأرجنتين ضغوطات أكتر من 40 مليون أرجنتيني على راسه من سنة 2007 صحيح من سنة 2007 من لما كان شاب عنده 21 سنة بيقولوله يا ماردونا يا ماردونا كل الضغط الفضيع ده الناس دي عرفت تواجه المدة طويلة وعرفوا يحافظوا على أجسامهم وعرفوا يحافظوا على زهنهم وعرفوا يوصبوا على استمراريتهم فهم دول اللي عملوا الطفرة اللي احنا شايفين إن كرة القدم تشكلت على أساسها لا هم الاستثناء ومن بعدها حنعاني جامد جدا